لما يمضي شهر على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن عنف الأسلحة النارية وباء على الولايات المتحدة حتى ارتفع مستوى العنف والحوادث المتعلقة بحيازة السلاح في غضون يومين فقط السبت والأحد الماضيين قتل 12 شخصا وأصيب 49 آخرون في خمس ولايات هي نيوجيرسي وكارولاين الجنوبية وجورجيا وأوهايو إضافة إلى مينيسوتا هي آفة مزمنة بحسب العديد من الخبراء الذين يرون أن اقتناء الأسلحة يزيد من معدلات العنف ومع كل حادث يتجدد النقاش حول تفشي الأسلحة النارية لكن دون إحراز أي تقدم على هذا الصعيد فرانكلين سول محام مؤيد لإسقاط قوانين حيازة السلاح لا أعتقد أن قانون حيازة السلاح يجعلنا أكثر أمانا إنه يخلق الفرصة للحوادث ونحن نعلم أن محاولات الانتحار تزداد عندما يتمكن الناس من الوصول إلى السلاح وعلى الرغم من الأسف الذي يبديه الكثيرون من تبعات اقتناء السلاح إلا أن الواقع في الولايات المتحدة يظهر تأييدا كبيرا لهذه القوانين باعتبارها أولا حقا دستوريا وثانيا لأن مقتنية الأسلحة يرون أنها على خلاف ما يروج تمنع الكثير من الحوادث والعنف توم بالمر خبير في معهد كايتو وأناشط ومدافع عن حمل السلاح لمنع الجرائم الكراهية في الولايات المتحدة هذا الأمر مهم لي لعدة اعتبارات أولا سيادة القانون عبر الإيمان بقوة الدستور ولكن السبب الثاني خاص جدا أنا على قيد الحياة اليوم لأنني حملت سلاحا ناريا واستخدمته للدفاع عن نفسي كنت أمشي بسلام إلى المنزل مع صديق فهجمنا قيل لنا إنهم سيقتلوننا في ذلك اليوم وإن أحدا لن يعثر على جثفنا ولهذا يرفض الكثير من الأمريكيين التخلي عن حقهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية الأكثر من ذلك تظهر الإحصائيات أن الأمريكيين اندفعوا لشراء المزيد من الأسلحة منذ بداية جائحة كورونا غير أن إحصائيات أخرى تظهر في المقابل مقتل 43 ألف شخص بسلاح ناري في العام 2020 وحده ترجمة نانسي قنقر